اهلا بكم في عيد المعلم كاد فضل ان يكون رسولا معلمون كثر وضعوا خبرتهم لتسوية ملف الفنان التائب مرتين لكن فضل شاكر اكد للجديد انه ليسلم نفسه للقضاء الان كما اشيع فيما حدود القضاء مرسومة والخطوات اليه لن تسبقها اي ضمانات والضمانات غير المتوافرة في الفن والامن ليستية نفسها في السياسة اذ ان سيلا منها تضفق في الساعات الاخيرة ليعطي دفعا للملف الرئاسي فقد اعلن العماد ميشيل عون بعد لقائه الرئيس نبيه بر اليوم تقدما طفيفا يلوح في الافق رئاسيا هذا التقدم مرتبط بلقاء بر الحرير الاخير قبل مغادرة زعيم تيار المستقبل بيروت وفيه طرح الحريري على رئيس المجلس رغبته في العودة الى رئاسة الحكومة كما ذكرت قناة الجديد في نشرتها يوم امس وابد الحريري في اللقاء استعداده لاي تنازلات مهما كانت صعبة ومتابعة لمسار الطرح فقد تبلغ حزب الله هذه الرغبة ولم يبدي رأيا فيها على اعتبار ان طريق السرايا تمر من الرابي وحالة سعد الحريري تقترب في التوصيف الآن من حالة فضل شاكر فالفنان الطامح الى العودة الى وضعه السابق سيكون عليه تسليم نفسه للقضاء وسعد الحريري سيضطر الى تسليم نفسه لقدر ميشيل عون والموافقة على اسمه لملء الفراغ في بعبد بالجنرال المناسب تلك هي المقايدة غير المستحيلة لكن الحريري مازال يحاول طرح اسم ثالث بعيدا من الجنرال والحكيم من دون ان يستبعد نهائيا فكرة التساكن الرئاسي مع سيد الرابي من هنا يلوح التقدم الطفيف الذي تحدث عنه عون من مكان او دعا فيه الحريري سره ومسعاه لاستئناف رئاسته للحكومة وتأمين غطاء سياسي له يقيه الانكشاف السعودي